خلينا بقى نروح مع حضراتكم لما جرئ ازاي مجرئ مقر جريدة ما رحناك بعيد ورحمة يا بيتي ازاي بنت شايفة وبعدين البني قادم طبيعي اي واحد في الدنيا والد مش كده برضو مقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا مريم الساميح نتابع معها أهم الأخبار الرياضية ويمكن فيه كذا منشاط شد انتباهي بداية اليوم السابع اللي بيتحدث عن تغيير كراشيا كريم لطريقة أصل لعبة منتخب مصر أمام السنغال بعد اندبام كمان أفشا يعني صباح الخير عليكي طبعا يا مريم بصبح عليكي أنا وكريم وكل دولة جماهير عشر الصبح في الأهلي خلينا نعرف منك تفاصيل أكتر تفضلي بصبح عليكي أنا هاوند بصبح عليكي يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريد اليوم السابع والبداية فعلا يا نهاوند بالعنوان اللي انت يعني اتكلمتي عنه وطريقة لعب المنتخب المصري خاصة ان خلاص أيام قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة الذهاب ان شاء الله هتكون يوم الجمعة المقبل والبداية من الموقع اليوم السابع كيراش يدرس تغيير طريقة لعب منتخب مصر أمام السنغال بعد عودة أفشا طبعا يدرس كاريوس كيراش المدير الفني لمنتخب مصر تغيير طريقة اللعب أمام السنغال خاصة في مباراة الذهاب بتصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين بعد عودة محمد مجدي أفشا لقائمة الفرعانة قبل مباراة السنغال في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين ويعتمد كيراش على طريقة أربعة تلاتة تلاتة مع منتخب مصر ولكنه من الممكن هو يفكر في تغيير هذه الطريقة إلى أربعة تلاتة واحد لتنشيط الهجوم في مباراة الذهاب لتحقيق الفوز عشان يسهل المهمة في مباراة القياب وعشان يحقق الفوز هنا في القاهرة كمان يعني على صعيد متصل يخوض المنتخب ميرانو اليوم على أستاذ الدفاع الجوي بعد اكتمال طبعا الصفوف النهاردة المنتخب ميرانو هيكون مكتمل الصفوف بعد طبعا ما أعلاننا مبارح عن وصول كافة المحترفين أول خماسي أكيد محمد صلاح ومحمد النيني محمود رزيجي عمر مرموش وأيضا مصطفى ومحمد يعني يمكن وضع بشكل كبير جدا التشكيل اللي وضعه كيراش لمباراتي السنغال وهيكون أكيد محمد الشناوي في حراسة المرمى محمود الوينش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح وعمر كمال في خط الدفاع محمد النيني عمر السلية وحمدي فتحي في خط الوسط وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد في الهجوم وأكيد في حالة الاستقرار على طريقة 4-2-3-1 سيدفع بمحمد مجدي أفشة بدلا من حمدي فتحي كمان يعني يمكن تقرير اليوم السابع أكد إن بعثة منتخب السنغال هتصل إلى مصر غدا الأربعاء وبتضم 35 فرد ويخود منتخب السنغال مران واحد فقط على ملعب استاد القاهرة ده هيكون طبعا يوم الخميس وهو اليوم يعني اللي بيسبق يوم المباراة بيوم واحد فقط من بوابة أخباري اليوم الاتحاد الإنجليزي يتفاوض مع الحكومة بشأن جمهور تشالسي كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي محاولاته سماح لمشجعية تشالسي بحضور مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ده طبعا أمام كريستل بالس على ملعب وامبلي وأفصح الاتحاد عن محادثاته مع الحكومة بشأن تعديلات على رخص التشغيل تشالسي لسماح ببيع التذاكر لمباراة كريستل بالس في وامبلي ويمكن ده كان بسبب أنه يمنع العقوبات الخاصة بحكومة المملكة المتحدة واللي فرضها رومان إبراوموفيتش تشالسي حاليا من بيع أي تذاكر جديدة وقال المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي خلال البيان نأمل أن يكون لدينا عدد كبير من الجماهير في الدور قبل النهائي الكأس إنجلترا لكرة القدم على ستاد وامبلي وأضاف في البيان الرسمي هذا يشمل تذاكر لمشجعات شالسي لمباراتهم ضد كريستل بالس ومن جهتنا نواصل التفاوض مع الحكومة على طريقة لتحقيق ذلك مع احترام العقوبات المفروضة حاليا مع شالسي ومن موقع الشرق الأوسط كلاب ليفر بول تنتظر رحلة شاقة عقب التوقف الدولي اعترف الألماني يورجن كلاب المدير الفني ليفر بول إن أكيد فريقه بتنتظر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي على مستوى جميع البطولات فترة صعبة جدا ويلتقي ليفر بول مع واتفورد في الدوري الإنجليزي في الثاني من إبريل المقبل واللي هيكون أكيد أول يوم رمضان كل سنة وكل جميع الأمة الإسلامية بخير وبعدها بثلاثة أيام هيواجه بانفيكا البرتوغيلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ثم هيحل ضيفا على منشاستر سيتي في الأسبوع التالي في مواجهة قد تكون حاسمة على الصراع على لقب الدوري وبعدها يعود لملاقات بانفيكا في مباراة الإياب قبل أن يلاقي سيتي مجددا في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي وبعدها هيواجه منشاستر يونيتد في مصابقة الدوري أخيرا من روسيا اليوم لأول مرة منشاستر سيتي يتفوق على ريال مدريد الحقيقة أننا مبارح كنا تكلمنا عن منشاستر سيتي وتحقيقه على إرادات خلال الفترة الماضية ولكن النهاردة الخبر اللي معانا بيتكلم بالتفصيل عن ترتيب النوادي في الأعلى من حيث الإرادات أكيد بات منشاستر سيتي النادي الأكثر ثراءا في العالم لأول مرة بعدما حقق إرادات بقيمة 644 مليون يورو في موسم 2020-2021 يلي ريال مدريد في المركز الثاني بـ 640 مليون يورو ويتصدر النادي الإنجليزي للمرة الأولى دراسة رابطة أموال لكرة القدم التي تراجع فيها برشلونة صاحب الصدارة بالموسم الماضي إلى المركز الرابع بعد تراجع إراداته من 715 إلى 582 مليون يورو في المقابل كافز من المركز الرابع للصدارة طبعا أكيد كلنا شفنا التدهور الكبير لنادي برشلونة خلال الفترة الماضية وتحديدا يعني بدءا من عام 2020 بعد ظروف كورونا وبعد تدهور أكيد الظروف الاقتصادية لنادي برشلونة وده طبعا كل جمهور برشلونة كان حزين عليه بفترة أو بشكل كبير جدا وده اللي خلى إراداته تتراجع من 715 إلى 582 مليون يورو بايرن ميونيخ في المركز التالت بـ 611.4 مليون يورو ثم منشاستر يونيتد بـ 558 مليون يورو وبرس سان جرمان 556 مليون يورو وليفر بول 550 مليون يورو وتشالسي 493 مليون يورو ويوفنتس 433 مليون يورو وأخيرا تاتنام 406 مليون يورو دي طبعا كانت أبرز العنوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل صالة تحرير مقر جارت اليوم السابع بشكركم جدا كلمة لكم مرة أخرى تغطية أكثر من رائعة ماريب نحن نشكرك عليها شكرا جزيلا شكرا جزيلا